هاي كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج السرطان رح حاول أحكي فيه عن الأحوال العامة والعاطفية إلى كل الشريك كذلك رح تحدث كذلك حتى عن العذاب وبدأقول أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي قبل ما أبدأ القراءة يا برج السرطان بطلب من كل الناس المستمعين اللي عم يتابعوني على القناة إنو يشتركوا بقناتي على الإستجرام رح أتلاقوها بالدسكروبشن بوكس أو بصندوق الوصف أوكي بالداية يا برج السرطان عم شوفك كأنو عم تفكر بشيء حاسم جدا أو بشيء تغير في حياتك في شيء تغير بحياتك يا برج السرطان وكأنو متعبك ودائما عم تبحث عن الاستقرار ولا تجدوه ممكن بدأت عمل أو بدأت علاقة وما نجح الأمر معك ودائما أنت في البحث عن ذاتك وهو البحث عن فرج يا برج السرطان كأنو عم تبحث بالعلاقات وتبحث بالعمل بس ما بتلاقي نتيجة أبدا عم شوف أنو هذا الأمر يؤرقك يا برج السرطان عم شوف حتى أنو الحبيب أو طاقة الحبيب بتطلع بـ يعني ممكن هذا الإنسان يشتغل بأي شيء يتعلق بالتجارة ممكن هذا الإنسان كذلك يشتغل بالقانون يشتغل بالكتابة ممكن كذلك حتى أنو يكون على علاقة صلاثية أو هذا الإنسان عنده أشياء تشغل وهو عندك يا برج السرطان ممكن هو مثلا عنده العمل هو الطرف الثالث وأنت هو الطرف الثاني والطرف الأول هو الشريك ممكن فيه انشغال بالعمل وانشغال بأشياء أخرى ما بتخليه أصلا هذا الإنسان يلاقي وأتلاقي لك ممكن عنده كتير مهام ومسئوليات ممكن حتى أنو عمشوفوا هذا الإنسان عنده قلب كبير عطوف جداً ممكن حتى يكون عنده أطفال عمشوفوا لهذا الشخص حساس جداً وعنده جانب حسي جميل ممكن حتى أنو يخفيه عن الناس عمشوف على أنو عندكن مشاكل بيناتكن أو فيه مناوشات بيناتكن ما عمشوف الأجواء الجيدة بس ما عمشوف فيه خصامات ومشاكل كبيرة عمشوف أنو الشريك ممكن ما بتحكم مع بعض أو ممكن فيه زعل أنا عمشوف بلوك ممكن أنت عمله بلوك أو هو كذلك عمشوف أنو الكلام أو استمرارية الكلام ما فيه كلام بيناتكن عمشوف الأمور أنو أنت شوي متكبر وعندك نفس كتير قوية وعندك كبير كتير قوي عمشوفك كأنو رافض أبداً أنو تطلب السماح إذا كان هذا الأمر يريده هو عم تحس أنو العلاقة ما فيه أخذ عطاب تحس أنو العلاقة ما فيه توازن أبداً كأنو أنت عم تشعر أنو تعطي كتير بالعلاقة والآخر لا يعطي شيئاً لهيك عمشوفك يا برج السرطان متكبر شوي على هذا الأنسان وما راح تعطيه وقت أو ما راح تعطيه اهتمام كبير أما بالنسبة يعني بالوقت الحالي فأنا عم شوف أنو هذا الإنسان أمامه اختيارين ممكن على قطعين ممكن كتير أمور ممكن حتى أنو عنده كتير أشياء عم تخليه مثلاً مشوش الفكر عم تخليه منو مركز على أمر واحد ممكن شغل ممكن علاقة ثانية في كتير أمور ممكن حتى العائلة بتشغله وما بتخليه مركز على قرار واحد أما بالنسبة لأيلك فعم شوف أنو الأمر أمر الشغل وموضوع الشغل أنت محتاج أنو تشتغل محتاج أنو تكون مستقر بعمل أنو ما تكون مادد إيدا بدك أنو تشتغل بدك أنو تكون مستقل بذاتك عندك مالك الخاص عندك طموحك الخاص أنو مش العلاقات كل شيء بالنسبة لأيلك برج السرطان كذلك عم شوفك تعبين اتجاه الأموال أو اتجاه العمل بس عم شوفك عم تلتجئ بالوقت الحالي للبيت ولا الأسرة والكنف العائلة يا برج السرطان عم شوفك حتى على أنو أنت تريد عدالة حتى إذا هذا الإنسان ينوي الرجوع لأيلك أو يريد إصلاح أمور بينك وبينه فأنت تريد العدالة تريد الإصلاح بس يكون بشكل عادل بدك أنو هذا الإنسان يتغير يبتعد عنك ما بدك أنو يعني ما بدك تساون بالعراقة أبدا يعمل هذا الإنسان مجهود بالعلاقة يبتعد عنك ويتركك يا برج السرطان شوفوا لهذا الإنسان ممكن كلامه صليت كلامه قاسي جدا ممكن حتى هو يريد أن يقول لك كلاما قاسي يا برج السرطان كأنو أنت متكبر عليه وما بتعطيه وقت أبدا وهذا الإنسان شوي شايل بقلبه تجاهك عم شوف حتى أنو العوضاعية برج السرطان جيدة أبدا وعم شوف على أنو ممكن للبعض منكم اكتشفوا خياني أو اكتشفوا طرف ثالث ما عم يحبوا أصلا وأنو يساوموا بالعلاقة أو يعطوا فرصة لهذا الإنسان لأنو اكتشفوا شيء مش جيد لأنو كمان هون بيقول لك المعرفة كأنو أنت اكتشفت شيء أو عرفت شيء وهيد الأشياء اللي اكتشفت يا برج السرطان كأنو خلاتك تشوف الحياة أو تشوف الحقيقة على الشكل اللي هو صحيح أو تشوف الوجه الصحيح ما صار عندك هيكل الفرشات والحياة جميلة وتشوف الأشياء بشكل ملون صارت تشوف الحقيقة سواء سيئة سواء جميلة بالنسبة لك كمان عم شوف على أنو في كتير كأنو يقست يقست يا برج السرطان من هذه العلاقة وكأنو أنت بتشعر أنو هذه العلاقة مهما قدمت لها إلى وما رح تعطيك نتيجة كأنو مللت من هذه العلاقة أو مللت عامة من كثرة العلاقات أو العلاقات البائسة أو السيئة يا برج السرطان ممكن أنا عم شوف في وعد بالزواج لا أعلم لماذا يطلع لي طلع هذا الكارت لبرج الجوزاء وكذلك حتى أنت عم شوفك ممكن يكون في يعني لأنو طبيعي برج السرطان يتزوج بهذا السنة وخاصة للناس اللي عندن تقريباً مانا وعشرين سنة لا أكثر وارد جداً إنو ممكن يتزوجوا وارد ما بقول ما بقول أكيد لأنو زحل عاد إلى بيته والمشتري كدلك بالبيت السابع فطريباً إنو في كتير ناس من برج السرطان رح نسمع عنهم متزوجين لهيك عم تتعلي طاقة الزواج يا برج السرطان بس أنا عم شوف الأحوال العاطفية مع هذا الإنسان مش جيدة ممكن في مشاكل في كلاكيع في أشياء في مثلا في كبر والآخر بعد دوي لكلام جارح وفي هذه الأمور يعني في مناوشات وفي مشاكل خفية برج السرطان عم شوف حتى إنو خطوته القادمة بالرغم إن كل هذه الأمور رح تستمروا بالعلاقة بالرغم إن كل هذه الأمور رح تحاولوا إنو تجدوا العلاقة وتضلوا مكابرين إنو تكونوا مع بعض يعني مش 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 تاركين إنو العلاقة تنتهي ولا حابين أصلا تنتهي أوكي ممكن بالمستقبل العلاقة يعني حتى بالمستقبل أنا عم شوف على إنو إنتو رح تحتفظوا ببعض حتى لو كان في مشاكل كبيرة حتى لو كانوا ما بعرف شو بس إنتو بتحبوا بعض تعشقوا بعض ومستمرين مع بعض حتى بالرغم من كل هذه الخلافات عم شوف أنا بالطاقات عم شوف برج الميزان عم شوف كذلك برج الأسد برج السرطان ممكن حتى أبراج هوائية نارية ترابية أما فما عم يطلع لي بكثرة بهذه القراءة عم شوف بس برج السرطان فبالنسبة لبرج العزاب برج السرطان فأنا عم شوفهم كأنو بالوقت الحالي عم يتذكروا الماضي وممكن في عودة شخص من الماضي لأنو عم الويل اوفوتشن مع السكس اوف كابس في أحد من الماضي ممكن يرجع لألك وممكن يطلب السماح منك وممكن يصلح العلاقة لأنو عم شوف في عودة لأله بس ممكن هذا الإنسان خانك بالسابق عملك أشياء منه جيدة أبدا وعندك مشاكل معه صراحة ممكن حتى أنو العلاقة ممكن حتى العلاقة يكون فيه نوع منها التجريح لما يرجع هذا الإنسان ممكن تحكيله اللي بقلبك ممكن تحكيله الأشياء التي آذتك بهذا الإنسان بس عم شوف في عودة شخص يا تفتح له الطريق يا ما تفتح له مهم أنو أنا عم شوف في عودة إنسان من الماضي لحياتك يا برج السرطان ممكن هذه العودة يا برج السرطان خاصة عزب برج السرطان ممكن يكون فيه نوع منها طلب السماح وطلب إيدك ممكن يريد أن يتزوجك هذا الإنسان وممكن يريد كذلك أنو يصلح أمور عالق بينك وبينه حيث دا بالنسبة للوضع العاطفي أما بالنسبة للوضع العام فأنا عم شوف فيه تغييرات كبيرة تترق بحيات برج السرطان ممكن للبعض منكم يكون فيه حمل أو ممكن يكون ولادة شخص بالعائلة طفل بالعائلة عم شوف أنو الأوضاع العامة التي تتعلق بالعاطفة يعني كأنو أنت بتحاول أنو تحسن الأمور بينك وبين هذا الإنسان عم شوف كذلك فيه ركود بالوضع المالي عم شوفك عم تبحث عن المال تريد تحسين المال بس ممكن الأمور مش جيدة بالنسبة لها إلاك عم شوفك ذلك أنو بهذا الوقت تهتم أكثر للجمالك الخارجي ووضعك الخارجي ممكن تحب أنو تتزيان تتجمل أنو تشتري ملابس جديدة عم شوف على أنو عندك ممكن أرق بالنوم عندك أحلام مزعجية برج السرطان ممكن عندك حتى أشياء ما عم تخليك تنام دائما عم تفكر فيها بالليل عم شوفك أنو فيه قيود عم تقيدك كأنو ممكن بدك أنو تخطي خطوة للأمان بس عندك قيود ممكن حتى تكون فكرية ممكن ما تكون أصلا بالواقع أو ممكن ممكن يكون أصلا أشياء عم تتخيلها أو عم تشوف أنو هي عوائق بس بالأخير هو عقلك اللي عم يعمل هذه العوائق ممكن حتى أنو يكون فيه أشياء أو فيه تصليحات بالبيت ممكن تشتري بيت ممكن تغير بيت كذلك مسكن بس عم شوفك أكتر ناس المطلقين ممكن أنو تأخذ نفقه من الأب على الأطفال عم شوف أنو الأمور بتحاول توازنها بس عم شوف أنو فيه تغيير أنت حاليا في صدد التغيير كأنو أنت ممكن تغير بيت ناس فيكم ممكن تتزوج تغير بيتها من عائلتها أو بيت عائلتها للبيت الزوجية ممكن فيه تغيير يحصل بحياة برج السرطان ممكن هذا التغيير ما تحسوا حلو بالأول أو ما تحسوا أنو سهل بالنسبة لإلك بس هذا التغيير رح يشلوب لك نوع منه السعادة من بعدين بس بالوقت الحالي ما نهيين أبدا بالنسبة لإلك برج السرطان عم شوف هذا التغيير ممكن عم يجيب لك عم يجيب لك مشاكل فكرية عم يخليك أنت عم تفكر بشكل من السلبية برج السرطان برج السرطان لما بيدخل مثلا بأشياء من التغييرات عم يحصلوا نوعا من التفكير السلبي بيخاف بيخاف من التغيير برج السرطان بس ما تخاف أبدا الأشياء رح تقون على خير إن شاء الله عم شوفك أنو أنت رح يعني أمامك بابين أو أمامك اختيارين وبتحاول إنو إنو تختار بينهم بس مش عارف أبدا ممكن تتلقى رسائل تتعلق بحبيب سابق أو الحبيب الحالي ممكن يبعث لك مسجات حب وجمال ممكن للبعض منكم يكون في زواج فكرات السفر وارد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن حتى إنو يريد الزواج منك ويريد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن هو ببلد آخر ويريد أن تلتحق به بهذا البلد ممكن هو يكون ببلد بعيد عنك عم شوف الوضع المالي مش جيد بالنسبة للسرطان عم شوف الأوضاع عامة تتعلق بالوضع العاطفي أكثر والوضع المالي عم شوف تغييرات تحصل بحياته بالوقت الحالي ما عم يشوفه شيء إيجابي أبدا بس ممكن تكون أشياء إيجابية بعدين ممكن أن تتغيروا بيت تغيروا ايه عم يطلع لي كذا مرة إنو راح تغير البيت راح تغير المسكن راح تغير حتى ممكن راح تكون متزوج كتير من برج السرطاني راح يتزوجوا بهذا السنة وخاصة من شهر سبعة لآخر السنة عم شوف في كتير زواجات لبرج السرطان بس ممكن بالوقت الحالي أنت متخوف من هذه التغييرات وعم جيب لك أراقية برج السرطان ما تخاف أبدا حاول إنو تكون إنسان قيادي حاول إنو تكون إنسان شجاع جدا بس هات التغييرات كلها لصالحة كي برج السرطان مش شيء سلبيه أبدا بس أنا بنصح برج السرطان إنو يهتم كثير للعينين كد عليك ممكن يحاول إنو ما يدخل بموضوع الكعابة وموضوع ديبراشن حاول إنو يهتم شوي هيك بصحته بتفكيره بنفسيته كتير ممكن للبعد عم يحسوا إنو في صداع نفسي في صداع نصفي ممكن حتى إنو يعانوا من عدم نوم من قلة نوم ممكن حتى إنو عم يفكروا بأشياء سلبية عمشوف حتى إنو العينين عندهم مشاكل فيها بس عامة الصحة جيدة لحمد الله بهذا الشهر ما عمشوف في مشاكل تتعلق بالصحير ممكن عمشوف في تواصلات وفي كومنيكيشن على الإنترنت عمشوف فيت لقاءات مع أشخاص مختلفين الجنسية معك مختلفين الثقافي عمشوفها كانوا تتواصل مع ناس بعيدين عنك مش بنفس البلد مش بنفس الثقافي مش بنفس الأشياء اللي أنت فيها يا برج السرطان حتى ممكن أنت عم تلتقي مع ناس على الإنترنت عم تحكي معهم في هذه الثقافي برج السرطان عمشوف ممكن حتى إنو عندك شكوك عندك أشياء فكرية وحواجز فكرية أكثر منها واقعية بس اهتم بصحتك اهتم بنفسك حاول على نفسيتك ووازن حياتك ووازن كل ما يتعلق بالمال هو العمل والعاطفي لأنو عمشوفها العاطفي مركز عليها بهذه الفترة كتابة اشتركوا في القناة